وجهت قيادة الشرعية ممثليها في لجنة إعادة الانتشار بالتعاون مع كبير المراقبين الدوليين في الحديدة الدنماركي مايكل لسجارد بعد نحو شهرين من القطيعة أقل نائب الرئيس علي محتل صالح إن الرئيس هادي وجه ممثلي الحكومة بالعمل على إنجاح مهام رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بما يضمن تصحيح أي اختلالات وتصويبها وتنفيذ اتفاق الحديدة يأتي ذلك بعد جمود شهدته العلاقة بين الشرعية والمبعوث الأممي مارتين غريفث الذي اتهمته الحكومة رسميا بعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح واتباع سياسة تطيل من أمد الحرب ومعاناة الشعب وبسبب تعطيه مع خطوات الحوثيين الأحادية نراقش هذا الخبر في محورين فرص النجاح الممكن في هذه العودة للمسار السياسي وهل ثم تضغوط فعلا جعلت الحكومة توافق على التعامل مع غريفث بعد اتهامه بالانحياز مع الانقلابيين نبدأ النقاش ولكن بعد هذا التقرير بعد شهرين تقريبا من تعليق الفريق الحكومي عمله في لجنة مراقبة تنفيذ عملية إعادة الانتشار في الحديدة احتجاجا على عدم إشراكه في التحقق من صدقية انسحاب ميليشيا الحوثي من ميناء الصليف ورأس عيسى يتهيأ الفريق الحكومي مجددا للسئناف دوره مع الجنرال لوليسجار يأتي ذلك بعد جمود شهدته العلاقة بين الشرعية والمبعوث الأممي مارتين غريفث الذي اتهمته الحكومة رسميا بعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح واتباع سياسة تطيل من أمد الحرب ومعاناة الشعب اليمني وبسبب تعاطيه مع خطوات الحوثيين الأحادية وجه الرئيس هادي أعضاء الفريق الحكومي بالتعاون مع الجنرال لوليسجارد لتحريك ملف الحديدة بعد توفر ضمانات من الأمم المتحدة بما يضمن تصحيح أي اختلالات وتصويبها وتنفيذ اتفاق الحديدة من جهته طلب جريفث من الحكومة تقديم تصور جديد لآلية إعادة الانتشار لدراستها وإجراء مشاورات بشأنها وذلك خلال لقاء نائب الرئيس الفريق علي محسن في الرياض لكن التساؤل الأهم يتعلق بجدول السيناف في ظل ما يمكن وصفه بلا مبالاة الحوثيين بأي التزامات جرت في السويد إذ لا يمر يوم دون أن تشهد جبهة الساحل خروقات سواء باستهداف المدنيين في حيث والتحيط بالقذائف أو بالألغام التي تفتك بالعابرين ناهيك عن الهجمات اليومية على مواقع القوات الحكومية المرابطة في مدينة الحديدة ثمت معلومات تفيد بأن الحوثيين منذ انتفاق ستوكولم استقدموا آلاف المقاتلين إلى الحديدة تحت غطاء الهدنة إضافة إلى التغلغ لأكثر في أوصال المدينة المكتبطة وحفر شبكات واسعة من الخنادق وتفخيخ المنازل والطرقات الواقعة في الأطراف أرحب بكم مشاهدينا من جديد كما وأرحب بضيفي من الرياض الكاتب والمحلل السياسي السعودي سلمان عسكر أهلا بك سيد عسكر هل تسمعوني؟ أسمعك على مسار الحياة الله أهلا بك برأيك ما فرص نجاح عملية إعادة الانتشار بالحديدة هذه المرة بعد إعلان الحكومة تلقيها ضمانات أممية للتصحيح الاختلالات التي تتعلق بالاتفاق الحديدة أولا في البداية أشكرك وأشكر ضيوفك والمشاهدين ما يحدث الآن في الحديدة سواء نهاية انتشار من عدمه هو أمر يبقى رهم العبز الحوتي أي بمعنى أن ما يحدث الآن هو مجرد العيد الحوذية مثل ما سبق خلال الفترات السابقة لا أعتقد بأن هناك أي آمال في الالتزام باتفاق السويد سيستمر الحوذية في نفس النهج وستدعمهم الأمم المتحدة من خلفهم ستبقى الأمور متأزمة سنبقى ما بين فط ورب بعد وقرب وعود كاذبة التزامات فاشلة ليس هناك تقييد بما صدر عن الأمم المتحدة من فترة السابقة ما يمارس الحوذية الآن هي اللعب على الأوتار من أجل إضاعة الوقت واستغلال الفرصة لتقوية صفوفهم لإعادة دنيتهم التحتية ليس هناك أي بوادر عمل أنا أريد أن أتكلم بلغة الأرقام سعيدتي الكلام الإنشائي والكلام الإشواعي المرفوض سواء من هنا أو من هناك نريد أن نتكلم بلغة الأرقام هناك اتفاقية في السويد أجرت ببند من ضمن هذا البند أن يتم التسليم خلال شهر من تاريخ توقيع الاتفاقية في السويد الآن كم مرة يا سيدتي سبعة أشهر ماذا حدث؟ توقع الحوذي زرعة ألغام تهديد ملاحة بحرية يعني كل المعوقات يزرعها الحوذيين حتى هذه اللحظة نعم سيد سلمان أنت ذكرت أن الميليشيا لا يمكن أن تلتزم بأي اتفاقات كما صرح مستشار الرئيس ياسين مكاوي قال أنه ربما يعني هذه الميليشيا لا يمكن أن تلتزم بأي اتفاقات ولا يمكن العمل معها يعني ما موقف التحالف الآن؟ أين وضع التحالف؟ التحالف مستمر عندما نقول التحالف فنحن نتكلم عن مجموعة تخضع لقوانين دولية وتحترم الأعراض والتقاليد وفي المقابل نحن نتكلم عن عصابات هنا فرق عندما تقول الأمم المتحدة ويكون هناك قرار لمجلس الأمن ثم تلتزم بقوات التحالف العربي وفي المقابل ما يتلتزم الأطراف أو العصابات الإرهابية الحوذية يعني التحالف مجبعا يستمر في الوعد بتحرير اليمن سواء التزم الحوذيين أم لم يلتزموا ليس أمام التحالف العربي إلا خيار واحد وهو تحرير اليمن بأكمله وليس الحديدة أو تعز أو مدينة دون مدينة التزام التحالف بالرئيس أبد الرقو هادي منصور عندما نجأ إلى التحالف العربي لإنقاب اليمن التزم التحالف العربي بالتحرير كاملة من شمالها إلى شرقها ومن جنوبها إلى غربها هناك مراعاة للكوانين الدولية هناك احترام للمواقع المدنية والأعيان المدنية أيضا هناك احترام للبنى التحتية في اليمن التي يسعى الحوذي إلى تذكيرها وتفخيخها وتدميرها يوما تلويوم يعني منذ أربع سنوات سيدتي لننظر ماذا قدم الحوذي لليمن غير الدمار دمار المنازل تفجير المساجد السيطرة على المؤسسات وتحويلها إلى المؤسسات الحكومية طبعا وتحويلها إلى ثقنات عسكرية تدمير المدارس تحويلها يعني الأمور يا سيدتي ما يحدث الآن في اليمن هو ليس بصراحة سيطرة على الأرض والمكان والإنسان بكذر ما هو تدمير هنا تدمير ما يحدث في اليمن الآن هو تدمير كل وعزلجة للأفكار والسبح في بحيرات الإرهاب الإيرانية الآن أعتقد أن التحارف العربي لا زال حتى هذه اللحظة ملتزم بالكوانين الدولية ويحترمها رغم كل التعديات التي تجاوزت حدود الحديدة لتصل إلى الأمق الصعودي هناك مربات يمارسها للحوذيين لإمكانها على أعيان مدنية داخل المملكة العربية السعودية منها مطار عبها مؤخراً منها مطار نجران مطار جازان المستشفيات المدارس الحوذيين يأبثون هنا وهناك يصيرون وفق إملاءات إيرانية لذا فمن المؤكد أن التحارف العربي لا زال ضبط النفس بكل أمانة ولا زال يحترم القوانين الدولية ولا زال يحترم الأمم المتحدة ولا زال يحترم مجرس الأمن ولكن أعتقد أن الإحترام ستكون نهايتها صعبة جداً يعني عندما يكون المجتمع الدولي يشاهد إصابات تعبث هنا وهناك ثم يصمت أعتقد أن التحارف العربي لن يطول صنطة فيقول له قرار بالأخير يعني هو ليس خايف عندما يعني ولي العهد السعودي قبل دلالي سنوات بحوار متلفز قال أن تحرير صنعاء تخيلي تحرير صنعاء لن يأخذ مع التحارف أقام من 12 ساعة يعني 12 ساعة ونحن مخلصين الوضع لكن أمامنا أبفال أمامنا مدنيين أمامنا نساء لذا نحن نحترم هذه العوامل جميئة نحترم الإنسان والمكان في الصنعاء فقط هذا كل ما يحصل بالتعديد يعني البعض يقول لماذا لا يتقدم التحالف في جبهة نان لماذا لا يتقدم التحالف في جبهة ضاعدة لماذا التحالف متوقف على أطراف البيضاء لماذا التحالف لا يتحرك بطالة لماذا الجبهات متوقفة هي ليست متوقفة هي تدافع عما سيطرت عليه ولكن هي تنتظر ضوء أخضر بالتقدم أعتقد أن هذا الضوء الأخضر مرهوم بكرار الأمم المتحدة يعني ماذا لديك أمم المتحدة التحالف بدل كل ما بوسعه وانتظر كراراتك ولا يزال انتظر أن تمسكي على يد المجرم وأنت أيديه إلى الكرارات ولكن للأسل يعني الاتفاق في السويد كان مجرد بنود وضعت وتم التوقيع عليها من الطرفين التزم الطرف الأول والطرف الآخر لم يلتزم فلماذا الأمم المتحدة لم تتخذ كرار لنفترض أن التحالف الذي لم يلتزم هل ستتحرك الأمم المتحدة نعم ستتتحرك الأمم المتحدة وسيتحرك المجتمع الدولي وسيعاتب المملكة العربية سيحملها ما لا طاقة لها وسيحملها ما لا تمتلها لماذا لأن كل هذه الجهات الدولية وأنا أقولها تأمل مليان تعمل بالدعم السري للهودي تعمل بالسر للهودي وتدعمه السر نعم سيد سلمان أطلب منك البقاء معي وأنتقل إلى ضيفتي من المنامة الباحثة السياسية ميساء شجاع الدين سيدة ميساء كيف تتابعين مستجدث العلاقة بين القيادة الشرعية وبين مارتون غريفث بعد أن كانوا قد الحكومة اتهمته بالتماهي مع الحوثيين بالتأكيد أنه على المؤمن المتحدة وضعت الحكومة أنه مش بالإمكان أنه تغير المضعوط الأممي كما تشع من الصعب من الصعب أنهم يقدموا الوظيفة مرأة وأخرى من شخص مبعود شديد الحكومة المسأل المسأل القريب بخصوص الحكومة الحكومة بإمكانها تقوم ما تشع في النهاية لا تمتلك القرار طيب سيدة ميساء هناك خلل في الصوت أعتذر منك سنحاول وسنعاود الاتصال بك أعود إلى ضيفي من الرياض سلمان عسكر سيد سلمان يعني ما من يوم إلا وتهاجم الميليشيا المدنيين وتقتل الأبرياء برأيك ما الذي يجعل التحالف يصمت منذ ديسمبر الماضي بينما يمكنه الحسم عسكريا لأنه يمتلق قوة عسكرية على الأرض سيدة يعني أنا لا أعرف يعني كيف يتأخر التحالف يمكن هؤلاء العسكريا التحالف هو يريد أن يمكن دولة بأكملها نساء وعبطال ورجال ومكان ومؤسسات حكومية واغتصفت من هذه الإصابات الحوذية أنا من لحظات الأولى التي لمست فيها المشاورات الأولى في جنيه واحد ومثلتها جنيه تو لم أكن متفائل يعني هناك أكثر من أربع لكاعات ومشاورات جنيه واحد جنيه دنيا من كويت سويد أريد أن أسأل الأمم المتحدة ماذا تمخف من هذه الاستماعات وماذا تحقق من هذه اللكاعات الطرفان والكعات تلتظم الشرعية والتعالف ويقبل أو يكذب ويخلص الحوذيين لذا أعتقد أن الأمم المتحدة ليس الخلل في تغيير مجروسها الخلل في نفس إجراءاتها وقراراتها هي لا تستطيع أن تجيب أي كرار الأمم المتحدة وأنا أعلنها بالفن المليان جبانها أمام الحوذيين وهي لا تستطيع أن تحب الساكن أو أن تغذب الحوذيين إذا كانت الأمم المتحدة عبر مضعوذيها السابقين جمال بالعمر وأسماعي والشيخ وحاليا جررت أن تهدي الحوذيين وتحضر إجتماعاتهم ولكاعاتهم في الصنعاء وتتودد إليهم وتستمع إليهم بينما تستمع إلى التحالف العربي ولم تستمع إلى الشرعية ولم تنظر الوقاة والأدلة التي تجيب الحوذيين يفيدتي قبل أربعة أيام كان هناك تدمير بمن فيها ثلاثة منازل بمن فيها أطفال ونساء وشيوخ أين الأمم المتحدة أين الأمم المتحدة عما يحكي دعينا يعني فضلا عن تفجير نعم إذا ما تم يعني إذا ما تم اعتبار دعوة الحكومة للطرف الحكومي للعودة إلى العمل مع الفريق الأممي هل يمكن أن نعتبرها فرصة أخيرة أتيحت للمبعوث الأممي لمواصلة عمله وترك أو تحسين الصورة التي عكسها عن نفسه فيما سبق طيب يعني ما عليش دعينا نتكلم بوضوح كم مرة أو كم فرصة منحة للأمم المتحدة ماذا قدمت الأمم المتحدة نبدل الأمم المتحدة من الصنعاء إلى سنطنة عمان طبعا يرتكز في سلطنة عمان بعد الكيادات الحوذية لأن أغلب الكيادات الحوذية حاليا تتواجد في سلطنة عمان تلك الدولة المحايدة تلك الدولة دريئة مما يحدث القيادات الحوذية تتواجد على أرض سلطنة عمان ثم إلى الرياض ثم إلى هنا وإلى هناك ماذا قدمت الأمم المتحدة اليمن يحترك الإصابات الحوذية نهضت الأخضر واليابس وكثلت الأطفال وجندتهم في الجبهات حولت أطفال اليمن الأبرياء إلى وقود حرب من أجل إقناع إيران حولت الأرض اليمنية إلى أرض طرمات مزروعة بالألغام يا سيدتي البحار الآن ملخمة والتراب ملخمة والجبال ملخمة أي حياة نمتمرها في اليمن إن إعمار اليمن الذي تتجهل المملكة العربية الشروجية وصلت الفكرة المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر كنت معي من الرياض شكرا لك وبالعودة إلى ضيفتي من المنامة ميساء شجاء الدين أهلا بك سيدة ميساء أممي في الأزمة اليمنية خصوصا فيما يتعلق بملف الحديدة الملفة الأمم المتحدة تحاول 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 أي نجاح اختراق في هذا الملف لكن أصور إتفاقات الجزئية لن تنجح لأن الفوتين ميالين لفكرة إتفاق شامل هذا الإتفاق الشامل يقدمه الزمانات مع السعودية لكن هم يخصون من أنهم يصيروا فرص نصار إسماعيل والب الشيخ ويعرضوا لهم تعامل الفوتين في مسألة التركيبات الأمنية والعسكرية وكذلك ينتهي المقاوضة تماما ويجبون أي اختراق يضعف لهم أو نجدهم لهم لهم لا يوجد في هذا الملف خصوصا أن مطارك الفوتين أو الشيح لا يوجد مرعوقة دولية الإسلامية دولية عفوا لأن يظل التحالف هذه الحرب الجزئية أيضا تداعيات الكارث الإنسانية محتملة وتداعيتها على الإعلام الغريب والضغط على الحكومة الغريبية ما تعرف حتى بريطانيا بطرت أنها وقات مأزغ الحكومة البريطانية بعد اتضرار المحكمة منع الأسلحة لليمن منع الأسلحة لليمن وبالتالي الحكومة هذه لا تستطيع العمل كذا من غير نظر بعين الاعتبار لهذه الاعتبارات الإنسانية نعم سيدة ميسا برأيك على ماذا تراهن ميليشيا الحطي في تعاطيها بالله والله التعبير مع حلول السلام في الحديدة متراهن على بالقويل لأن في المعاري لا تخسر شيء هنا ميليشيا لا تمتلك شيء حتى تخسر على المستوى الدولي لا توجد أي أدوات ضغط عليها في الآخر العالم مصطر يتعامل معها لأن في ملايين البشر هؤلاء الملايين يعانون من وضع إنساني في البحور هذا كل ما في الأمر هم في النهاية لا يعانيهم هذه البدهور الأوضاع الإنسانية بالنسبة الحرب هذا أمر عادي طبيعي هم في الأخير زماعة نشأت من حرب أصلا بالتالي هم لا يراهنون أكثر من على طولة البل لأنهم يدركوا من طولة البل هذا سترهج التحالق لن ترهجهم سترهج إمكانيات التحالق الاكتفادية ساءت تسيء لسمع دول التحالق ولكنها لا شيء يرهجهم على المدى البعيد نعم سيدة ميساء ابقي معي وأنتقل إلى ضيفي من إسطنبول الباحث السياسي نبيل البوكيري مرحبا بك أهلا وسهلا مرحبا بكم يعني الآن بعد تأكيد الحكومة على استئناف العمل مع لوليسجار في الحديدة هل نفهم من ذلك إلغاء عملية الانسحاب الأحادية التي كانت أصلا سببا في تعليق العمل من قبل الطرف الحكومي استئناف الحكومة للعمل مع السجار هنا تقاري الاستكرار وتكريس لطبع الفشل السياسي الذي جلبته الشرعية على نقلها بالذهاب للسجار بداية وتوقع على تلك الاتفاقيات التي لم نقف منها شهيدا نقفذ وفقا للأكنبات التي لدى الشيارة الحوضية وبالتالي نحن على استمرار للمسلسل الفشل السياسي للحكومة الشرعية وخاصة أن كل المؤشرات لا تدل على أن هذه الاتفاقية ليست في صالح الحكومة الشرعية وليست في صالح السلام أساسا وبالتالي استمرار نفس المأزاق وتكرار نفس الأخطاء في دلالة على وجوز فشل كبير ومريع استراتيجي تتخبط وسطه الحكومة الشرعية نعم هناك أصوات من داخل الشرعية تقول بأن الحكومة تلقت ضغوط ومرست عليها ضغوط للتقديم الكثير من التنازلات خصوصا فيما يتعلق بملف الحديدة برأيك ما هي هذه الضغوط التي مرست على الحكومة بغض النظر عن وجود مثل هذه الضغوط والتقديم الوظيفة الحقيقية للحكومة الشرعية هو مقاومة هذه الضغوط وليس الاستسلام لهذه الضغوط بالأخير أنت المسؤول أمام اليمنين ومسؤول أمام التاريخ وأمام الجميع هنا أن تنسب ما فيه صالح أو فيه صالح العام وصالح الحكومة وصالح القضية اليمنية عموما وصالح معركة اليمنين ليس من واقب الحكومة الشرعية أن تذهب وتخضع لنه هذه الضغوطات وأن تفشل وتعلل هذا الفشل بوجود الضغوطات دولية باعتقاد هذا نوع من العرس الذي صارت عليه الحكومة الشرعية لغياب الرؤية والاستراتيجية وغياب المسؤولية في تدركة رئيسية في التعاطي مع كل القضايا التي رأيناها سيد نبيل كان معي منذ دقائق في الحلقة ضيف سلمان عسكر قال بأن التحالف لم يقم بأي تحركات عسكرية جادة على الأرض لأنه يحترم المواثيق الأممية ويحترم المعاهدات التي تم الاتفاق عليها برأيك ألا يعكس هذا ضعف في الأداء سواء على الأرض العسكري بالنسبة للتحالف وضعف الحكومة سياسيا نحن نعرف أن هناك أجندات مختلفة تماما للتحالف أجندات ظهرت وكرست واقع غير الواقع الذي المعلن منه وشعرات مرفوعة وبالتالي أن تتظر من التحالف أن يقوم بأداء بديلا عنك الحكومة اليمنية أنا الاعتقادي هذا هو كما أقول حالة العبث والفوضى التي تعيشها الحكومة الشرعية يفترض أن الحكومة الشرعية هي التي تقرر مصير مثل هذه الأنفاقات أو هي التي ولا تستقبل كل ما يقال لها مقبل التحالف لأن هناك أخطاء كارثية وستراتيجية يقدم إليها التحالف من خلال تقديم كل التنازلات أو فضاء عن ذلك العمل لكل أجندات التحالف بعيدا عن مصلحة اليمنين وعن مصلحة الحكومة الشرعية اليوم وبالتالي مثل هذا الإخطاق هو يكرس الفجوة والكبيرة التي ظهرت في مستوى العلاقة القائمة بين الحكومة الشرعية وبين التحالف أو بين اليمنين عموما كشعب وكطموحات وبين أهداف وأجندات التحالف التي كل يوم تتضح من خلال هذا الإنبطاح الذي يقدم لجماعة ويشولية ويعلل ببغوطة المجتمع الدولي على التحالف وعلى حكومة الشرعية نعم إذن سيد نبيل إلى أي مدى يمكن أن نتفائل بهذه العودة هل سيتم الآن تنفيذ اتفاق الحديدة بما يضمن أو حسب المرجعية الثلاث المتفق عليها في هذا المستياق أنا بانتقادي لا يوجد تفاعل على المشهد مزدود الأفق للحديث عن السلام والحديث عن اختلاقات في جدار الأزمة وبالتالي استمرار بمهزة استمرار هذا العباد الذي رأيناه خلال ستة شهر من أكثر من ستة شهر من توقيع الفقه في كهولم التي كرست وعززت واقع عسكري مختلف وواقع عسكري يخدم السلطات الانقلابية في جدينة الحديدة ويكرز أو يعمل على مزيد مزيد الوقت ومزيد الكثبات لهذه الجماعة الانقلابية في الحديدة وبالتالي يعقد مسألة أي معركة قادمة معها في هذه المدينة نبيل البكيري الباحث السياسي كنت معي من اسطنبول شكرا جزيلا لك أعود إلى ضيفتي من المنامة ميسا شجاء الدين سيدة ميسا يعني برأيك ما الحل الذي يمكن عليه إنهاء وجود هذا الانقلاب خصوصا في ميناء الحديدة يعني ما الحل الذي يمكن بناء إنهاء وجود الحوثيين في ميناء الحديدة الأسف هو الحل العسكري يبدو أنه الحل الوحيد إذا نتكلم على مسألة حل نحايا لكن هذا الحل العسكري فيتبع تصرف سياسي سليم سيكون نفس المسار السياسي الذي صار بعد لا يبدو أنه سيكون كذلك وبالتالي الحوثي أيضا سيكون مستفيد بشكل أو بآخر مما يحدث الحليدة المشكلة أنه هنا جد والعمل العسكري تبتلح في تلاشق مع الفشل السياسي الكبير في التحالف الحكومة فأنا هنا مش رائسا فيه سلو نهائية لكن فيه سلو ممكن تخصص أزمات إنسانية هذا كل ما في الأمر لكن حلول تحسن معارك المسألة أنا لم أعد تحمل فكرة الحكم العسكري دعم أن الحوثي عمليا لو تكلمت على إنهاء وجودة في مكان ما الحوثي صعب أنه يتنازل عسكريا وأثنيا إذا لو تعرض لهزيمة عسكرية حتى الآن هذا حتى الآن التجر بتثبت لا أعرف إن كان سيحدث تغير معا في السلوك لو سأخذ مناصم السعودية لو تعرض لضغوط جادة من دول مثل عمان إيران وهذا شيء آخر معرفش نعم يعني الآن عودت المسار السياسي إلى الانتعاش من جديد هل يمكن أن نقول أن هذه بداية تصحيح لمسار العلاقة ما بين الحكومة والأمم المتحدة عبر مبعوثها ممكن لأنه في النهاية الرسالة وصلت لمبعوثها الأممي لأنه في النهاية وصلت لها الرسالة إذا إذا أنت تريد تحقق نجاح سريع في مهمتك على حساب حياديتك هذا أمر غير مفتوض فرسالة المفتوض أنها وصلت لها والمفتوض أن المبعوث الأممي بعد مفتوض هذه الرسالة لها أنه يعدل من مسار سنرى أما أنها وصلت بشكل معقول أن الحكومة بإمكانها تجارزع كيفما كانت ثم في النهاية سيستمر بمهمتها المهم أنه لا يضغط على حساب المهمة ممكن أن يفهم الرسالة بشكل مجلوب لكن أصور أنه شخص براجماتي وذكي وهو سيثهم الرسالة أنه الحكومة لابد من مراعاة بجانب الحكومة ولابد من اشترام الشيادية في مهمتها لأنه عندما الحكومة تشتكي أن الحوثين سلموا الميناء إلى خط السواحل الذي صار غالبية حوثين وبالتالي هذه الشخصة كان مصول أنها تؤخر تعالى لا يتم التعجل بإعلان من خطوة الأولى تحت نعم سيدة ميساء شجاء الدين كنت معي الباحثة السياسية من المنام شكرا جزيلا لك بهذا مشاهدين وصلنا إلى ختاب حلقتنا لهذا اليوم من زوايا الحدث تحياتي وتحيات معين هذه الحلقة وليعطاك ما هي لكم من الزوالة في الكنترول إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر